اشتركوا في القناة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه ودعى بدعوته وساعى على نهجي وهدى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله وبعد الأمنية هي ما تشتهيه النفس ويتمناه القلب سواء كان خيراً أم شرى حقاً أم باطلة ينبغي أن تعلم أن الأمنية تقوم مقاماً نية قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الدنيا لأربع رجل آتاه الله مالاً وعلماً فهو يعمل في ماله بعلمه أي ينفق ماله فيما يرضي الله ورجل آتاه الله علماً ولم يؤته مالاً فهو يقول لو أن عندي مثل ما عند فلان أي من المال لعملت مثل ما يعمل أي من الطاعات فهما في الأجر سواء كأنه قد عمل ورجل آتاه الله مالاً ولم يؤته علماً فهو يتخبط في ماله بجهله ينفق ماله فيما يغضب الله ورجل لم يؤته الله لا مالاً ولا علماً فهو يقول لو أن عندي مثل ما عند فلان لعملت مثل ما يعمل أي من المعاصي فهما في الوزغ سواء هو لم يعمل هو يتمنى أمر الأمنية عظيم وعليك أن تحذر في أمر الأمنية فإما أن تثاب وإما أن تأثم رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إذا تمنى أحدكم فلينظر في أمنيته فإنه لا يدري ما يكتب له ينبغي أن تعلم أن الله عز وجل لا يعجزه أن يحقق لك أمنيتك أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى فأمر الدنيا والآخرة بيد الله عز وجل لذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء فقال إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفرني إن شئت اللهم ارخمني إن شئت وليعزم وليعظم الغغبة فإن الله لا يتعظمه شيء فإن الله عز وجل لا يعجزه شيء أبدا من الأمنيات أمنية النبي عليه الصلاة والسلام وأمنية النبي عليه الصلاة والسلام هي الشهادة في سبيل الله رسول الله عليه الصلاة والسلام رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده لودت أني أقتل في سبيل الله ثم أهيا ثم أقتل ثم أهيا ثم أقتل وعلى حب الاستشهاد رب النبي عليه الصلاة والسلام أمته وهذا عبد الله بن جحش وقبل غزوة أحد يرفع يديه بالدعاء إلى الله عز وجل فيقول اللهم إنك تعلم أن قد حضر ما أرى أي من التقاء الجيشين أسألك ربي أن تبعث إلي رجلا كافرا صنديدا قويا يقتلني ويجدع أنفي وأذني ويضعها في الخيط ثم آتيك ربي بدمي فتقول فيمذاك يا عبد الله فأقول فيك يا رب من الأمنيات أمنية خليفة كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالسا بين أصحابه فقال لهم تمنوا فقال رجل يا أمير المؤمنين أتمنى أن يكون لي ملء هذا الوادي ذهبا فأتصدق به قال تمنوا قال رجل يا أمير المؤمنين أتمنى أن يكون لي ملء هذا الوادي خيلا فأتصدق بها قيل وما الذي تتمناه يا أمير المؤمنين فقال سيدي عمر الذي أتمناه أن يكون ملء هذه الغرفة رجال كأبي عبيدة عامل ابن الجراح أمين هذه الأمة الأمة أحوج ما تكون إلى الرجال الأمناء الذين يحفظون للأمة دينها وقيمها الذين لا ينحرفون بالأمة إلى سبل الظلال من الأمنيات أمنيات جبلية كالغبة في المال في الزوجة في الولد في المال والملك وهذا سليمان عليه السلام يسأل رب العزة ملكا عريضا قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب يقول ابن كثير فأعطاه الله ملكا لم يعطه لأحد من البشر أو أن يكون للعبد زوجه وأن يكون له الولد وهذا زكريا عليه السلام يدعو الله عز وجل وزكريا إذ نادى رب رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجا زكريا كان كافلا بمريم عليها السلام هو زوج خالتها فكان كلما دخل عليها محرابها وجد عندها الرزق الكثير كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق قال يا مريم أن لك هذا قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فتنبه زكريا فلماذا لا يسأل الله الولد نعم هو في التسعين من عمره وزوجه في الثمانين من عمرها ولكن الله لا يعجزه شيء هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا من الأمنيات هي أمنيات آثمة كإرادة السوء في البيت الحرام ورب العزة يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم يقول عبد الله بن مسعود لو أن رجلا بعدا هم أن يقتل رجلا في البيت الحرام لأذاقه الله من العذاب الأليم البيت الحرام هو بيت الله ولا ينبغي أن يمس بسوء والذين يبطنون السوء للحرام وأهله هؤلاء لا يمكنهم الله من موادهم فالله عز وجل حافظ لبيته حافظ لأهله من الأمنيات الآثمة أمنية إرادة السوء برسول الله عليه الصلاة والسلام جلس عمير بن وهب إلى صفوان بن أمية بعد غزوة بد فذكر أهل القليب القليب هو المكان الذي دفن فيه قتل المشركين بعد غزوة بد فقال عمير لولا أن لي عيالا أخاف عليهم الضيعة ولولا أن علي دينا ليس لي من يقضيه عني لذهبت إلى محمد وقتلته فقال له صفوان أما عيالك فأنا أساويهم بعيالي وأما دينك فأنا أكفيه عنك اذهب إلى قتل محمد أخذ عمير خنجره ووضع فيه السم وخبأه بين ثيابه وانطلق إلى المدينة يراه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عدو الله عمير لا نجوت إن نجى ما الذي جاء بك؟ قال أسير عندكم أريد أن تحسنوا إليه وأريد رؤية محمد عليه الصلاة والسلام فلما أدخل على النبي عليه الصلاة والسلام قاله النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي جاء بك يا عمير؟ فقال عمير أسير عندكم أريد أن تحسنوا إليه أي بالفداء فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألي هذا جئت يا عمير؟ أما جلست إلى صفوان بن أمية فذكرتما أهل القليب وقلت لولا أن لي عيالا أخاف عليهم الضيعة ولولا أن علي دينا ليس لي من يقضيه عني لذهبت إلى محمد وقتلته قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله هذا مجلس لا يعلم به سوانا أخيرا عمر قلبك بكل أمنية طيبة تمنى أن تكفل الأيتام وأن تبني المساجد وأن تحفر الآباغ ولا تتمنى الأمنية السيئة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون هو يحب أن يرى أمة الإسلام وقد فسدت فيجد من عذاب الله ما يجد فعلينا أن ننحي كل أمنية سيئة عن قلوبنا وأن نعمرها بكل ما هو طيب اللهم آمين صلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصليم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة